السلام عليكم كديرين نتمنى تكونوا باخير وعلى خير بأحوال طيبة اليوم نشارك معكم تجربة ديالي في الواقي الشمسي فيشي وكذلك ديب بيليا نقول لكم على الحوايج اللي عجبوني والحوايج اللي ما عجبوني في كل واقي وكذلك تمن ديال كل واحد فبالنسبة لواقي الشمسي فره ضروري في فصل الصيف وكذلك في فصل الشتاء انه يحمينا من اشيعة الشمس ضارة فالله يحفظك تقدر تأدي اشيعة الشمس الى تعرضنا اليوم مباشرة بدون حماية الله يحفظك تقدر تأدي السرطة للجلد فلهذا يوجب علينا اننا نختاروا واقي الشمسي بعناية ويكون انه يوفر لنا حماية فائقة من اشيعة الشمس فانا غامضة معكم باول واقي شمسي هو هادا فيشي صراحة واعر بزاف انا كنستعملو من مدة طويلة فهو كيتاني حماية فائقة اس بي اف خمسين وكذلك كي يحمي من اشيعة فوق البنفسجية او 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 بي فبالنسبة الاو او ا هي اللي كتسبب لنا الشيخوخة المبكرة وبالنسبة الاو او او بي هي اللي كتسبب لنا الحروق وكتصمرنا البشرة دينا الى ما كناش وضعين واحد الواقي كي يحمينا من هاد الاشيعة واللي جبني فيه اكثر انه من اللي كنستعملو على الوجهة ديالي البشرة ديال الوجهة ديالي ضغية كتمتصو بسهولة كما كتشوفوا معايا انا وضعتوه على اليد ديالي نرى ما كيبقاش ما كيبقاش يبان كيف قلت لكم انا كنناخد ديماء انفيزيبل ما كنناخدش تانتي واللي زوين فيه اكثر انه يعني ما كتدريه في الوجهة ديالي كتحسي في الوجهة ديالي كنفس الوقت مرتب وهذا اللي كون هذا فرا صالح للبشرة العادية وكذلك البشرة الجافة اما بالنسبة للتامن فانا كنناخده بمية وخمسين درهم وبعد المرات كنناخده بمية وثمانين كيكون فيه زايدين فيه واحد الكريم اخر كريم مرتب كنناخده بمية وثمانين درهم وبعد المرات ما كيكونش داك الباك كنناخده بمية وخمسين درهم فبالنسبة للتامن فرا لحسب من الاخديتي واش خديتي من الباقة ولا اخديتي من الصيدالية فكيف قلت لكم فيشي كتوالم البشرة العادية وكذلك الجافة هاد فيشي هاد هاد الليمونية كيفاش حتى بدلت فيشي واخديت هاد دي بيليا كانت سالت لي فيشي ومشيت الباقة قلت لها اعطني فيشي قلت لي علش ما تبدليهاش قلت تاخدي دي بيليا تحمينا من الشيعة فوق البنفسجية او 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 بي ولكن ميك نديرها الوجه ديالي ما عارفت شعلاش كي يبحل اللون دياله شوية زرق ما كيتبدل اللون دياله ما عارفت شعلاش واخه هي كذلك انفيزيبل يعني بحلها بحل فيشي انفيزيبل ما عارف شعلش كي يبحل اللون ديال وجهي مبدل فحاولت انني زي ما كنقول يمكن غير اول مرة اول مرة اخديتها يعني ما مولفهاش نحاول انني زي ما نعاود نديرها مرة اخرى و مرة اخرى و نشوف فلقيت نفس الشي كي يبقى اللون ديال الوجه ديالي كيتبدل هانتما كما كتشوفوا معايا يعني هي رأى انفيزي بالميكة تديريها ما كتبقى شبان ولكن وحد المودة قصيرة ميكة تحطيها على الوجه ديالك و اولوجه ما ارش وشهد المشكل غيب وحده ولا قاعد اللي استعملوها فانا قلت يمكن كون خديتها تانتي غايكون حسن يعني غاتكون ما كتبدلش اللون ديال ديال الوجه اقدر كون خديتها تانتي في اللون ديال البشرة ديالي كنت غاتكون حسن مهم هي بالنسبة الفعالية دياله في الحماية صراحة وعرة بزاف حتى هي كتحمي من اشيعة الشمس و كذلك كتبقى تحسيب الوجه ديالك ارتب فالحاجة الوحيدة اللي ما اعجباتني هي ان اللي من اللي كنحطها على الوجه ديالي اللون دياله كيتبدل رغم انها انفيزيب المعرفة شعليش كل لون ديال وجهي كيتبدل اما بالنسبة كيف قلت لكم الفعالية في الحماية من اشيعة الشمس صراحة زوينة بزاف وبالنسبة البشرة الجافة اللي كتحسيب الوجه ديالك مرطب فالنوصل الوقت الحاجة الوحيدة كيف قلت لكم هي انها ميكاندراف على الوجه كان الوجه ديالي لونه كيتبدل ما عرف صراحة وش هاد المشكيل يعني غير انا بوحدي ولا زع ما قاعد اللي جربوها اما بالنسبة الثامن فانا كنت اخذيتها ب 165 درهم من الباغة اما بالنسبة للطريقة كيف تختاري واقع الشمس اللي يكون مناسب ليك هو ان الواقع الشمسي يكون على الاقل يحتوي على عامل الوقاية ويكون يحمي من الاشيعة الفوق بالنفسجية UVA و UVB و كذلك بالنسبة للبنات اللي كي يكونوا كيديروا تمارين رياضية وللوجه ديالهم كيتعرق بزاف ياخدوا واقع الشمسي مضاد للماء اما بالنسبة للبنات اللي كيبغيوا يستعملوا الفون دوتان فوق الواقع الشمسي فعمل احسن انهم يديروا الواقع الشمسي و يتسنوا 10 ديال دقائق عادي تبقوا فوق منه الفون دوتان وبالنسبة الواقع الشمسي فراهما كيقتصرش فقط على فصل الصيف بالعكس حتى فصل الشيتاء اخذك تسع منه الواقع الشمسي باش كتحمل البشرة ديالك كنتمنى نكون افتكم من خلال تجربة ديالي مع الواقع الشمسي ديال فيشي و ديببيليا والعجبكم الفيديو متنساوش تدعموني بلايك و باشتراك و ان شاء الله انتلاقوا فيديو جديد ولقاكم على خير و بخير ياربي و في احسن الاحوال و شكرا بزاف على المتابعة و تبقاوا على خير